طب انت عارف لو عندك خشونة في المفاصل والربتين ووزنك زيادة انك لازم تنزل وزنك عشان الخشونة دي تتحسن والموضوع يتحل لو انت او انت ستة كبيرة ووزن كبير وعندك خشونة لازم تنزل وزنك وهنا بيجي الرد بقى الرهيب مانا ما بقدرش امشي مانا هقول لها اعملي رياضة عشان تنزل وزنها الليل الاكل هتقول لي مانا ما بقدرش امشي عشان الخشونة فانا هرد عليها الرد برضو وقول لها طول ما بنمشيش وطول ما بنعملش رياضة وبناكل ووزننا بيزيد الخشونة هتزيد اكتر يبقى احنا دخلنا في دايرة مغلقة الخشونة بتزيد وبناكل ما بنعملش رياضة وزننا بيزيد اكتر الخشونة تزيد اكتر بنقعد اكتر الوزن يزيد اكتر لا احنا لازم نكسر الدايرة دي ولازم نقلل الوزن بتاعنا ده هيكون باستشارة دكتور العظام وممكن دكتور العلاج الطبيعي اللي هيدينا تمارين نقدر نعملها واحدة بواحدة وحتى لو ماشي واحدة بواحدة ولازم يبقى عندنا عزيمة ونقلل الوزن استسلمت للوزن وسبت وزنك يزيد شوية بشوية يعرف ان موضوع الخشونة هيزيد اكتر واكتر وكمان مشاكل تانية للسمنة زي طبعا الضغط اللي مش هيتزبط والسكر اللي مش هيتزبط وامراض القلب وغيرها وغيرها من مشاكل السمنة يا جماعة اي حد وزنه زيادة نزل وزنك بعد اذنك لمصلحتك وخلي عندك عزيمة دي حاجة مهمة جدا جدا نزل وزنك بس كده